من يتحكم بمؤسسات الثورة السورية الثورة السورية تحديدا السيدة حتى يمكن أكيد ما فينا نقول حتى بما فيها النظام هل ممكن أن يعتقوا؟ قرار السوري مرهون بمصالح أو بقرارات دول بالشكل العام هذا الكلام صحيح لكن السؤال من رهنه؟ الشخص نفسه هي اللي رهنته نتيجة طموحات سياسية أو حماقات سياسية ولكن دكتور صار أصبح عند قوة وقادر على أن تأثر وقادر على أن تتحكم بالأرض بحكم القوة التي أعطيت إليها ولم تتصرف بمسؤولية تصرفت بحماقة لم تتصرف بمسؤولية تصرفت بحماقة يعني يوم من الأيام مثلا كان رئيس المجلس الوطني شخص يعني وطني وكله حتى يعني من أراله من تابعه وهو إلى آخره هذا ما بيأدي يعني كنت خليه رمز وطني ولا تقحمه بقرارات سياسية ما بيعرفش لهم تنتاخل ولا عنده مستشارين يشوروا عليه واللي بعده واللي بعده تحت الحاف كان في كتير من محركين يعني كانت طموحاتهم غير مشروعة غير مشروعة هنن اللي جروا الاقتلاف ومن قبله المجلس الوطني والحكومة المؤقتة والوحدة التنسيق الدعم والمؤسسات الأخرى هي اللي جرتها لمواقف ما عاد في يعني ما عادت تحظى بتأييد الشيء الثاني إنه الدول إلى مصالح الشيء طبيعي إنه الدول يكون إلى مصالح الدول إلى علاقات شيء طبيعي هل من له مصلحة يعني حق له حتى أن يتحكم يعني صراحة بالدم السوري وبالجغرافيا هاي الحماقات اللي قلتلك ياها الحماقات إنه أنا أكس مؤسسي أو أكس دولي بدي أجي أتصرف أنا عم مفاوض المعارضة المعارضة عم تناقشني بطموحات سياسي أو طموحات قيادي بهذه المعارضة بمتطلباته هو وما نرافع ورأة أو مصلحة مشتركة لحتى يناقش المحاور اللي قدامه يعني أنا يا ما سمعت وحضرت بالمجلس الوطني أو بالإئتلاف لما يعملوا هيئة عامة كانوا يعدوا يعني كتير من قادة أو من رؤساء التشكيلات أو المكونات لحتى يفصلوا مناصب على إياسهم مو بس بالمجلس لا بسوريا وينسوا يعني القضية السورية بس فيما كان يرعاهم يعني هذا فيما كان يرعاهم صدقني 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 الدول لما نظرت للثورة السورية نظرت لها باحترام شديد جدا ببداياتها وتعاملت معها بما يليق معها بالاحترام هذا كلام لا أحد أنه يمكن ينكره صح اتغلغلت أجهزة المخابرات وتغلغلت المصالح وإلى آخري إنما الشعب السوري بنهضته بسورته فرض احترامه على الكل لكن المؤسسة يلي أنتجت في الخارج ضرورة أنه يكون لدينا مؤسسة أوكي والشارع السوري طلع قال المجلس الوطني يمثلني ورفع على أفتاة لكن المجلس الوطني أنا مستعد هلأ وبهذه اللحظة أنه ارتح لك محاضر للمجلس الوطني ومحاضر للإتلاف محاضر جلسات ويقولوا عني سارقة ومحاضر للحكومة المؤقتة بتجلس بتناقش قضايا مصلحية وما بتناقش قضايا وطنية محاضر موقعة منهم هنين وأنا عم أتكلم بكلام مسؤول عنه وكنت بموقع بيخليني مسؤول عن هذه المحاضر أنا مش تحد أفطعها هلأ ولما كنت تفوت تقلهم وين سوريا بحواركن كان همهم أنهم يشتموك أو يطلعوا عليك شائعات أو يقولوا أي شي يبعدوك أنك شاير شو عميسي هذا الائتلاف الائتلاف والمجلس الوطني والحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم الأربعة اللي كانوا متصدرين المشهد والأربعة أنا تعاملت معهم والأربعة كنت بمواقع ما بعرف إذا بتذكرش في خرياض كنت بمواقع أنا مطلع شو عميسي قال كله على مصالح شخصية مصالح شخصية بعيدة بس يعني بيعود مثلا فلان رئيس الكتلة الفلانية أخي لما بدأت شكل وزارة بسوريا كم وزير تكون تعطونا لك روح حرر سوريا أول نعم روح حرر سوريا طيب لما بدأوا ليشكلوا الائتلاف وقف المجلس الوطني كديش أنا حصتي هون وطلعوا اليساريين كديش حصتي هون وطلعوا الديمقراطيين كديش حصتي هون هل أقول الصدق شخ رياض ولا أقول خطأ صح وين كانت سوريا نعم وين كانت المسألة السورية وين كانت معاناة الأمة السورية بكل شرائحها بكل مكوناتها ما بعرف يعني أنا عم أطلق مصطلح الأمة على المجاز لا أعني فيه مصطلح سياسي أين كانت سوريون نعم من هذه الحوارات ومن هذه النقاشات هذا مثلنا هذا بيفيدنا هذا بيوصلنا لفرنسا هذا بيوصلنا لبريطانيا جيبوا ضموا هذه حقيقة أنا بأيد الأستاذ بسام أنه لما قال كل على المحرقة نعم بأيده لكن المنطق السياسي بيفرض علي أن أحافظ على الهيكل وأخلص من الشخص يعني أنا ما بدي أخلص من سوريا أحرق بيدرة كلها مشان أخلص من الأسد نعم أنا عدوي الأسد نعم نعم مثلا أما أنا بدي أخلص من الإئتلاف عشان أخلص من كل شخص الإئتلاف ترى يعني السياسي بتطلب مني شيء آخر تطلب مني أنه زيحون سمعت أنا أول تمبارح يعني كان فيه تليفون طويل بيني وبين أحد أكبرون وعم يفكر بمنطق جديد وهو إلى آخره وممكن أعطيه ثقة للتفكير اللي يفكره لكن وقت التطبيق ما بعرف نعم بتسأل مثلا أنه أخي إذا كانت الحلول يعني هي المجدية مين قادر يساوية هذا السؤال ممكن يواجهني فيه أخي الأستاذ بسام بصراحة هيك بشكل مباشر أخي أنت عم تحكي نظري مين ممكن يساوي الحكي ممكن تجليهك سؤال أستاذ الصاف أستاذ جمال أنا حينما تكلمت قلت أنه أنا أناقش أداء مؤسسي الأشخاص ما إلي عندهم شي لذلك هؤلاء الأشخاص اللي بالمؤسسي قيدت المؤسسي من قبل صبيان سياسي يعني بعضهم يبلغوا مرحلة جميل يعني بعضهم في أميتهم السياسية في حمقى في اتفاق نعم متفقين يعني هذا المسألة نعم مع الشيخ الرياض كان في تجربة هون بالنمسا كانت واحدة لكن لما من الأسابيع الأولى لما وقفت تقول إنها هاي حماقة بجوز الشيخ الرياض ما يعني ما حكم عليها بالحماقة لبعد كذا شهر وبجوز الآخرين لكن أديش استهلكت أديش استهلكت الأمية السياسية كلمة مهزبة من شخص مثل الأستاذ بسام يعني لا يطالها قانون نعم أنا بقول الحماقة التي أعيت من يداويها نعم نعم